السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في درسك دي في طرق الفعالة خير لتعليم الكمبيوتر. ان شاء الله في الدرس ده هعرفك ازاي تعمل تنزيل تعريفات لماركة توشيبا. اسكان بقى لابتوب او اه تلفزيون او تابليت. هعرفك ازاي انك تنزل التعريفات بتاعتهم من الموقع الرسمي. اول حاجة تخش على المتصفح. فهنكتب هنا توشيبا درايفرز. فهدوس انتر. يظهر لي الموقع ده. تأكد الواتبعة توشيبا. هتلاقي مكتوب هنا توشيبا.com slash drivers. فهندوس عليها. وهو تأكد بين هنا. اللي انت داخل على نفس الرابط دوت. بعد كده بيطلب منك انك تكتب الموديل او السيرل نمبر. هتعرفهم ازاي بقى الموديل او السيرل نمبر انت بتدوس هنا مسلا. لو عايز تعرف موديل مسلا اه او سيرل نمبر بتاع اللابتوب. فبتدوس هنا مسلا هوريك ازاي. هنا بيوريك مكان السيرل نمبر او الموديل في اللابتوب. بيبقى بظهر اللابتوب او زي كده. فبتعرف الموديل والسيرل نمبر. فتجيبهم وبتكتبهم في الموقع عشان تعرف اللابتوب. طيب بالنسبة للتابلت. هوريك برضو بالنسبة للتابلت. بيبقى موجود في الاماكن اللي هتزهر قدامك دي. اهي. لما بظهر اللابتوب من تحت ايه? بيزهلك في الاماكن اللي بتبقى موجود فيها السيرل نمبر والموديل. طيب بالنسبة للتليفزيون. بيبقى في ظهر التليفزيون بتاعت الشيبة. بيبقى مكتوب هنا الموديل يهو والسيرل نمبر. بعد كده انت بتكتب هنا السيرل نمبر هوريك دلوقتي بالنسبة للابتوب. بتكتب هنا السيرل نمبر. بعد ما كتبت هنا السيرل نمبر بتاع اللابتوب. اول لما بكتب هنا السيرل بيظهر لي بقى انظام التشغيل بقى فبحدد انظام التشغيل اللي انا عايزة هنزله تعريفات بعد كده بيظهر لي التعريفات تحدي كل التعريفات بتاعته فهنا بيديك هنا انك تعمل مسلا التعريفات اللي انت عايز تنزلها بس بدل كل اللي زي لك ده مسلا هنا فدي لو انت عايز تحدد فهنا الشاشة ان لو عايز تنزل تعريف للشاشة لكارت الشاشة او تعريفات الشاشة عندك بيتحدد بقى عندك كارت شاشة انتل او غيره فبيتحدد من هنا. بعد كده لو عايز تنزل انا تعريفي الصوت. هنا تعريفي الصوت. فبيتحدد الكارت اللي عندك. فبيتحدد بقى نقوه وبتحمله. هنا عندي عندك. عندك لو مش متعرف تقدر تعرفه. بتدوس هنا بتحدده وتنزل التعريب الخاص به. وهنا الشبكة اسكن بقى لو عايز تعرف عندك. وهنا تعريفات تانية انت ممكن تشوفها زي البلوتوز او غيره. هنا عندك برامج هنا دي برامج بيبقى خاصة باللابتوب تشيبة تنزل برامج من دول. فبقى بتنزلها وفي هنا برامج تانية هي ملتوبة. فانت بتشوف البرنامج اللي انت عايزه. انت ممكن تاخد اسم بمسلا برنامج برنامج وتبحث عنه وتعرف ده لايه? عشان تعوز مسلا هتحتاج تحمله او لا. فهنا بتشوفوا البرامج اللي انت عايزها او مش عايزها. فانا قريب دلوقتي تاريت التحميل. فهندوس مسلا على الصوت. مسلا هنزل حاجة للصوت مسلا. فهدوس دي. عشان دي مساحية صغيرة. فبتدوس هنا داونلود. بيبدأ يحمل معاك تعريف للصوت لكارت الصوت ده. طبعا عادي الكارت الصوت يشتغل معاك. وتعمل الصرف للجهاز وتشغله تاني. كده عارفنا ازاي ننزل جميع تعريفات اه لاي لابتوب تشيبة او تابلت او تلفزيون بخطوات اللي انا وردتها لك دي. فكل حاجة على حسب نوع فانا معايز لتلفزيون واو تابلت. فمعايا سرر لابتوب. فقدانا لك اتبته عشان او ريكي ازاي تنزل التعريفات بتاعته. فانت لو عندك تلفزيون او تابلت دا ممكن برضو تعمل له اوب ديت للتعريفات بتاعته او تنزل له التعريفات اللي انت عايزة. وبكده نكون ننتهينا من الدرس ده واتمنى نكون نسافته في الدرس ده. ولأول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرز التنبيه عشان تشوف فيديوهاتنا جاية اول باول. وتعمل لايك للفيديو. لو عندك اي سفسار تعمل تعليق في اسفل الفيديو او ترسلنا على صفحتنا على الفيسبوك ترول وفعل خير لتعليم الكمبيوتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.